اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الاقلاء التي تغوص في الماء عندنا فيه مثالين عندنا اللي بيغوص في الماء زي السيزيوم او الروبيديوم ومن الاقلاء التي تطفو فوق سطح الماء عندنا فيه ثلاث امثلة اي واحد فيهم صح الليسيوم او الصوديوم او البوتاسيوم تنتمي عناصر الاقلاء الى الفئة اس فيه الجدول الدوري الحديث في لز من الاقلاء يقع فيه الدورة الثانية يبا فيه كم مستوى فيه مستويين ده المستوى الاولاني ده المستوى التاني وقال لمنين قال لمن عناصر الاقلاء كلمة اقلاء يعني اخر مستوى فيه الكترون واحد طب اول مستوى بتشبع بكام باتنين يبا هنا لما اجمع اتنين على واحدة يطلع لي كام هيطلع لي تلاتة في ان عدد الزر يقول له كام تلاتة انشط عناصر الاقلاء هو عنصر السيزيوم رقم تسعة البوتاسيوم زائد المية هيكون لي K OH OH ده اسمه هيدروكسيد البوتاسيوم زائد غاز الهيدروجين هيتصعد H2 سامي طلع لي فوق كده معناه غاز يتصعد نقوز المعادلة بعد كده فيه 2K هنا فيه 1K فحط نقو 2 عند هنا فيه 4H عند هنا 2H و 2H يبقى كده 4 يبقى كده المعادلة اتوزنت معايا هنيجي بعد كده المعادلة اللي بعد كده المية زائد نقط كوين لي هنا ايه غاز الهيدروجين فيه كاز اختيار ممكن اكتب هنا بوتاسيوم صح ممكن اكتب سوديوم صح فنكتب مثلا هنا السوديوم اللي هو NA يبقى سوديوم مع مية هيكوين لي هنا NA OH ده اسمه هيدروكسيد سوديوم زائد غاز مين هيدروجين هتصعد عشان نوز المعادلة عند هنا سوديوم واحد هنا فيه واحد هنا فيه 4H اتنين في اتنين باربعة عند هنا الـ H واحد وهنا اتنين يبقى هنا فيه تلاتة يبقى حطه نوعه اتنين اصبح دلوقتي فيه اتنين اتش واتنين اتش باربعة هنا فيه اتنين ايه حطه نوعه اتنين رقم 11 تسمى عناصر مجموعة 17 بعناصر الهالوجينات من امثلة الهالوجينات الصلبة اليود والسائلة البروم والغازية مؤطونات عندنا حاجتين الفلور والكلور تكافؤ القلور 17 السبعتاشر اللي ما جاء وزعها اتنين تمانية سبعة اتنين تمانية سبعة اخر مستوى فيه كام فيه سبعة فضله كام ويكمل التمانية فضله واحد يبهود التكافؤ بتاعه ده يكتسب واحد فأصبح تكافؤ كام وحادي يبقى له تكافؤ القلور وحادي التكافؤ وحادي لان مستوى الطاقة الاخير به كام الكترون زي ما احنا شافين فيه كام فيه سبعة الكترون تتفاعل عناصر المجموعة الاولى اليوان ايه مع عناصر المجموعة السابعة ليه الهالوجينات دي اقلة وديه الهالوجينات وتكون مين وتكون املاح مديني هنا رقم 15 معادلة سوديوم زايد قلور هيكوين لي ان ايه سي ال ده اسمه ملح الطعام كولوريد السوديوم هنا فيه اتنين سوديوم هنا فيه واحد فحاطه نوع اتنين عشان اوز المعادلة اتنين سي ال هنا فيه اتنين سي ال بعد كده كولور زايد بروميد البوتاسيوم الكولور زا ما احنا عارفين انشط من البروم فعنده اول حاجة اللي هينطرق كده اللي هو مين البروم فاكتبه في الاخر كده الاول ده بي ار بس هنا لما يجي يطلع هيكون عبارة عن جزئ صنائي الزرة يفاول له بي ار تو والله يدخل مكانه مين الهواء سي ال يبقى كي سي ال كولوريد البوتاسيوم وحطه نوع اتنين عشان اوز المعادلة لان هنا فيه اتنين كي هنا فيه اتنين كي يستخدم النتروجين المسال في حفظ قرانية العين بينما يستخدم الكوبلت الستين مشاع في حفظ الاغذية يستخدم شرائح السيليكون في اجهزة الكمبيوتر درجة غليان النتروجين المسال سالب مية ستة وتسعين درجة مقوية نحفظ الرقم ده الرقم ده مهم يحل القولور محل نقط ونقط في محليل املحه يحل القولور محل البروم واليود في محليل املحه هنحل مع بعض اسئلة الواجب على اسبوع الخامس والسادس اول سؤال صوب ما تحتوي خط فيه على عبارات الاتية رقم واحد كسافة السوديوم تساوي كسافة السيزيوم السوديوم تساوي كما كانها اقل تكون عناصر الاقلاء ايونات مجابة تحمل شحنتين مجابتين عند تفاعلها تحمل شحنة مجابة واحدة رقم ثلاثة تحفظ السوديوم والبوتاسيوم اسفل سطح الماء في المعمل المفروض اصلا السؤال طبعا هنا صغطه غلط المفروض اللي كان تحته خط اللي هو مين اسفل سطح الماء ده اللي ايه تحته خط المفروض اشيل ده واكتب مكانه اسفل سطح الكيروسين وداية سبزة ما هو يعني ده ما تحتوش خط لان السؤال اصلا كده الصغطه غلط عناصر السيزيوم والروبيديوم اقل كسافة من الماء هنشيل اقل وخليها اكبر علشان السيزيوم والروبيديوم بيغوص فين في المية تقع عناصر الاقلاء يصار الجدول الدوري وتنتمي للفاة بي لا الفاة مين الفاة اس القولور هو الهالوجين الصلب الوحيد هنشيل القولور وقت مكانها اليود يتكون جزيء الفلور من زرة واحدة يتكون من زرتين تمانية يستخدم النتروجين المسال في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي الى خارجه طبعا المفروض اللي تحتو خط هنا اللو مين النتروجين المسال هشيله وقت مكانه الصوديوم المسال تسعة تتفاعل تتفاعل الهالوجينات مع الفلزات وتكون املاح تسمى عناصر المجموعة سبعتاشر باسم الهالوجينات هنجي بعد كده علل لما يأتي رقم واحد عند وضع عنصر الروبيديوم في الماء فانه يغوص فيه الاجامة لانه اكبر كسافة من الماء يعتبر عنصر البوتاسيوم من الاقلاء البوتاسيوم زي ما احنا عارفينه رمزه كي تسعة تاشر لما جاوزه تسعة تاشر اتنين تمانية تمانية واحد اللي جاب اقول هالو لان المستوى الاخير يحتوي على الكترون واحد حيث انه يقع في المجموعة وان ايه تسمية عناصر مجموعة وان ايه باسم الاقلاء لانها تتفاعل مع الماء مكونة محليل قلوية تحفظ بعض عناصر الاقلاء اسفل سطح الكيروسين او زيت البرافين لمنع تفاعلها مع الهواء الرطب لا يستخدم الماء في اطفاء حرائق السوديوم لانه يتفاعل مع الماء بشدة ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل رقم ستة عناصر الاقلاء وحدية التكافؤ لانها تميل الى فقط الكترون تكافؤها اثناء التفاعل الكيميائي مكونة ايونات موجبة تحمل شحنة موجبة واحدة يعتبر السيزيوم انشط الفلزات لانه اكبر الفلزات حجم زاري وبالتالي يفقد الكترون تكافؤه باقصر سهولة تمانية تسمى عناصر سفن ايه باسم الهالو جينات لانها تتفاعل مع الفلزات مكونة املاح تسعة القولور لافلز وحادي التكافؤ لان المدار الاخير يحتوي على سبع الالكترونات احنا عارفين القولور رمزه سي ال سي ال سبعتاشر لما جاوز السبعتاشر اتنين تمانية سبعة فالاجابة اقول هالو لان المدار الاخير يحتوي على كام على سبع الكترون حيث يكتسب الكترون واحد ويتحول لايون سالب يحمل شحنة سالبة واحدة رقم عشر يستخدم النتروجين في حفظ قرانية العين لانخفاض درجة غليانه سالب مية ستة وتسعين درجة مقوية يستخدم الكوبرة المشاعة في حفظ الاغذاء لان اشعة جامة التي تصدر عنه تمنع تقاصر الجراصيم بالغذاء دون ان تؤثر على صحة الانسان يحل الكلور محل اليود في محليل املحه لان اليود يلي الكلور يعني بيجي بعد منه ولذلك فان الكلور انشط من اليود لا يحل البروم محل الكلور في محلي الاملاحه لان البروم يلي الكلور لذلك فهو اقل منه نشاطا الشكل المقابل يمثل احدى مجموعات الجدول الدوري الحديث زي ما احنا شايفين هنا مدين مجموعة عناصر اي و بي و سي و دي وعندي هنا سي كاتب لي كام تسعتاشر لما جاوز تسعتاشر اتنين تمانية تمانية واحد اخر مستوى هنا فيه كام فيه الكترون واحد معنى كده اللي قدام ديت عبارة عن المجموعة وين ايه اللي هي عناصر الاقلاء فبقول لي هنا ما اسمها هذه المجموعة هقول له مجموعة الاقلاء ما تكافئ العنصر بي كل المجموعة اللي قدام دي تكافئة كام تكافئة احادي فقول له احادي احادي ما العدد الزري لعنصر ايه الان عند ده كام تسعتاشر عشان اللي اجيب هنا العنصر اللي قابل منه في نفس المجموعة هطرح منه تمانية يبقى ده تسعتاشر اصبح ده كام احداشر وعشان اجيب اللي قابل منه هطرح منه احداشر كام تمانية هيصبح ده كام تلاتة يبقى عند الاي تلاتة وعند البي احداشر وعند السي كام تسعتاشر وميسألنا على مين على الاي فاقول له الاي كام بتلاتة العدد الزري بتاعه كام تلاتة ماذا يحدث عند اضافة العنصر بي بي ده اللي هو احداشر اللي هو السوديوم يعني تمام الى عنصر من مجموعة رقم سبعتاشر زي كولور مثلا اللي هو سي اللي هو بيتبع مين الهالوجينات يطرح في الحالة دي اللي يحصل طبعا هنا يتفال مع بعض ويكون اللي اللي هو ملح الطعام يعني لو احنا افتقرنا كده كلام ده بالمعلة لو احنا فاكرين عند السوديوم اللي هو الني ده بيتبع عنصر الاخلاء هيتفعل مع عنصر من المجموعة رقم سبعتاشر اللي هي الهالوجينات زي كولور اللي هو سي ال سي ال هيكون الني سي ال ده اسمه ملح الطعام حط انا اتنين وان اتنين عشان اوزن المعلة يبقى هنا كول ملح بسميه ملحية الطعام او بسميه كولوريد السوديوم السؤال اللي بعد كده اي هزين عناصر اكبر حجم زري اخر واحد تحت عندي اللي هو مين اللي هو الدي اللي هو يعتبر السيزيوم فاقول له اللي هو الدي اللي هو يعتبر مين السيزيوم الشكل التالي يمثل احدى دورات الجدول الدوري الحديث دي دورة من الدورات هنا مدينوا عنصر والعدد الزار بتاعه كام 13 لما جوا ازعى 13 2 8 3 فيه كام مستوى قدامي فيه 3 K والL والM معنى كده الرقم الدورة ده هيكون كام الدورة السالسة عشان فيه 3 مستويات فقاله دورة السالسة ما نوع العنصر A و G أنا عندي ده كام 13 يبقى عندي اللي قبل منه كام بـ 12 يبقى ده 12 واللي قبل منه 11 وده ده 13 يبقى ده 14 هنزود واحد كده 15 بعد كده 16 17 وده 18 فبسان على مين على الايه الايه عنده كام 11 يعني 2 8 1 يبقى العنصر ده هنا النوع بتقعه ايه طبعا ده عبارة في يبقى الايه ده عبارة في اللي هو بياد عمين بيادبع الاقلاء والعنصر مين جي جي كام 17 17 28 7 يعني بيادبع مين الهو الهالوجينات اللي هو لا 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 بسميها ايه الهالوجينات يبقى عندي الايه فلز اللي هو الاقلاء الجي لا 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 بسميها الهالوجينات رقم 3 ما العدد الزاري للعنصر ايه للسائلين كام 11 فقال 11 مما يتكون جزئ العنصر جي جي ده بيكون جزئ بتاعهم كام زرة اقول لهم زرتين زرتين ما اكبر العناصر صفة في الازيه اكبر واحد صفة في الازيه في العناصر اللي هي قدام اللي هو مين اول واحد عندي اللي هو مين اللي هو الايه علشان من اليسار الى الامين هيتبدأ الصفة في الازيه تبدأ تقل معايا تمام وتظهر معايا بعد كده اللي هي اجبال في الازيه ثم اللي في الازيه ثم الغازات الخاملة ماذا يحدث عند اضافة العنصر ايه اللي هو الاقلاء يعني الى المية احنا اتفقنا الايه ده اللي هو عنصر عزار بتاعه كام 11 اللي هو السوديوم فانا عندي السوديوم زائد مية المية رمزة اتش اتو او هيكو اللي حاكتين ان ايه او اتش ده اسمه هيدروكسيد السوديوم زائد غاز الهيدروجين هيتصعد عندي هنا عشان نوز المعادلة هنا في واحد سوديوم هنا في واحد سوديوم في اتنين اتش واحد واثنين هنا تلاتة يبقى هنا في نقص حطنا اتنين اصبح في اربعة اتش هنا في واحد وانا اتنين يبقى حطنا اتنين اصبح في اتنين اتش واثنين اتش يبقى هنا في اربعة اتش وانا في اربعة اتش عند هنا في اتنين ايه حطنا اتنين ايه اللي يكون عند هنا يكون حاكتين هيدروكسيد السوديوم وتصعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقاء بلهب ازرق هنحل مع بعض الاختبار الأسبوع الخامس ضع علامة صحة وعلامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد تنتامي عناصر الأقلاء إلى الفئة بي في الجدول الدوري الحديث كلام ده صحة ولا ألا طبعا كلام ده غلط لو طلب مني تصحيح هشيل الفئة بي وقت ما كان الفئة اس إثناء التفاعل الكيميائي تفقد عناصر الأقلاء إلكترون مدارها الخارجي متحولة لأيون سالب طبعا كلام ده غلط هي بتتحول لأيون موجب ومش عاوز هنا تصحيح خلي بنا بس احنا متزود هنا عشان نفهم زيادة تحفظ عناصر الأقلاء أسفل سطح الماء لمانا تفاعلها مع أكسوجين الهواء الرطب طبعا كلام ده غلط هشيل أسفل سطح الماء ديتنا وخليها أسفل سطح الكيروسين الكيروسين اللي هو الجاز الكيروسين كلما اتجهنا لأسفل فئة المجموعة وان ايه يزداد نشاطها كيميائي صح رقم خمسة تتفاعل عناصر الأقلاء في الماء مكونة محليل كالوية صح لأنه بكون هيدروكسيد السوديوم كمثال يستخدم النتروجين ومسال في حفظ قرونية العين صح لأن درجة غليانه سالب 196 درجة سلزية يوجد الكولور والبروم والاستاتين في الطبيعة طبعا كلام ده غلط عشان الاستاتين ده بيحضر صناعيا يعتبر الكولور من الهلوجينات السائلة كلام ده غلط الكولور ده من الغازات أقول له من الهلوجينات ايه؟ الغازية يعني أشيل كلمة السائلة وقت ما كان ايه؟ الغازية رقم 9 يحل البروم محل الكولور في محليل أملاحه طبعا كلام ده غلط التصحيح بتاعه هعكس هقول له يحل الكولور محل البروم تقع الهلوجينات ضمن عناصر الفئة بيه؟ طبعا صح ماذا يحدث فيها الحالات الآتية؟ رقم 1 وضع قطع من الصوديوم في كأس به ماء الإجابة يتكون هيدروكسيد الصوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بلهب أزرق رقم 2 وضع قطع من الصوديوم في الكروسين أقول له هنا يتم حفظها حيث يتم منع تفاعلها مع الهواء الرطب 3 إضافة قطعات من صبغة عباد الشمس البنفسجية إلى المحلول الناتج من تفاعل البوتاسيوم مع الماء الإجابة تتحول إلى اللون الأزرق لتكون هيدروكسيد البوتاسيوم وهو محلول قلوي أهم حاجة أقول له تتحول إلى اللون الأزرق 4 إمرار غاز القولور في محلول يوديد الصوديوم الإجابة يحل القولور محل اليود لأنه أنشط منه كيميائيا إضافة قطع من البوتاسيوم إلى أنبوبة بها البروم السائل يتكون ملح بروميد البوتاسيوم إضافة البروم إلى محلول كولوريد الصوديوم لا يحدث تفاعل لأن البروم أقل نشاط من الكلور تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس تتميز في الزات الأقلاء بأنها إحنا هنا عاوزين حاجة تتميز بيها الرادية التوصيل للحرارة طبعا أن كلام ده غلط هي جيدة الرادية التوصيل للكهربة هي جيدة التوصيل للكهربة مرتفعة الكسافة ده هي معظمها بيكون مرتفعة الكسافة تتفاعل مع الماء مكونة محلية القلوية طبعا دي الإجابة الصح في لزة من الأقلاء يقع فيه الدورة السالسة الدورة الثالث يعني فيه ثلاث مستويات ده المستوى الأول التاني التالت كي إل إم عدد الزر يترك موالي عنصر منين من الأقلاء أقلاء يعني آخر مستوى فيه إلكترون وأول واحد بتشبع بكام باتنين والتاني بتمانية جمع كده معي اتنين وتمانية عشر واحد بكام يبا أحداشر يبال إجابة أحداشر تسمى المجموعة وان ايه باسم مجموعة الأقلاء والأقلاء أرضية والهلاجينات والسفرية طبعا الأقلاء إنما الأقلاء الأرضية ديها تعبار عن طوئية وعندنا الهلاجينات اللي هي السفنية وطبعا السفرية اللي هي بسمية الغازات الخاملة أو رقم 18 تحفظ جميع العناصر الاتية أسفل سطح الكروسين باستثناء يعني معدى مين الصوديوم البوتاسيوم الروبيديوم الليسيوم معدى مين معدى الليسيوم عشان بيطفوا فوق سطح الكروسين عنصر الصوديوم أخسر نشاطة من عنصر منين عاوزين الصوديوم بيكون أقصر نشاط من مين من البوتاسيوم ولا الليسيوم ولا الروبيديوم ولا السيزيوم احنا عارفين عنصر الأقلاء بيزداد النشاط من أعلى الأسفل يعني اللي فوق أقل النشاط اللي تحت أكبر نشاط فالتالي هنا أختار هنا حاجة تيجي قبل الصوديوم احنا عارفين الصوديوم اللي هيجي قبل منه مين اللي هو الليسيوم اللي هو إلا آي يعني هنختار مين اختار حاجة قبل منه قبل الصوديوم علشان اللي قبل منه أقل النشاط السوديوم كل اللي جاي بعد السوديوم هيكون اقصر نشاط زي اللواء الكي تمام او السيزيوم بعد كده فعدنا طبعا نختار مين نختار اللواء الليسيوم اقل في الهزات الاقلاء كسافة قال لي واحد في الكسافة السيزيوم ولا الليسيوم ولا السوديوم ولا الموتاسيوم طبعا مين الليسيوم تقع مجموعة الاقلاء نقطة الجدول الدوري الحديث مجموعة الاقلاء موجودة فين مكانة فين موجودة يمين ولا يسار ولا وسط ولا اسفل طبعا يصار الجدول في المجموعة وانئية اكبر عناصر اللقل حجم الزري هو مين عنصر مين السوديوم سيزيوم بوتاسيوم الليسيوم طبعا السيزيوم عشان كده هو انشط واحد فيهم تفاعل عنصر السوديوم مع الماء اقوى من تفاعل عنصر مين مع المية احنا لسا متفقين قلنا السوديوم ده انشط منين انشط من الليسيوم وبالتالي هنا هيكون السوديوم تفاعله هيكون اقوى منين اقوى من تفاعل الليسيوم فبتلا نختار مين هنا إيه اللي سيوم يحتوي المدار الأخير العناصر الأقلاء على كم إلكترون طبعا فيها إلكترون واحد عشان بتقع في المجموعة وإيه كل ما يلي من خصائص في الزات الأقلاء عادة أنها عادة يعني إيه يعني فيه واحدة غلط تعال ندور عليها جيدة التوصيل للحرارة طبعا ديها صح ما نفعش أخطرها حانا ما ندور على الغلط جيدة التوصيل للقاربة مرضاك صح غير قابلة للإنسانية طبعا ديها غلط وبتردية الإجابة عشان هي قابلة للإنسانية تكون أيونات موجبة عند تفاعلها برضا صح بل وحيدة اللي غلط اللي هي الإجابة ديها كل مما يلي يطفو فوق سطح الماء ما عادة يعني فيه واحدة هي اللي تغوص فين في المياه الليسيوم بيطفو البوتاسيوم بيطفو الصوديوم بيطفو معدى مين معدى الروبيديوم هو اللي يغوص يكون الصوديوم أيون إيه طبعا يكون أيون موجب إثناء التفاعل الكيميائي نختار مين هنا طبعا ده الإجابة الصح عندنا بيكون أيون موجب بيحمل شحنة موجبة واحدة طبعا ده غلط عشان ده بيحمل شحنتين موجبتين خلي بنا يعتبر عنصر نقط أكبر عناصر الأقلاء كسافة أكبر واحد في كسافة السوديوم ولا الليسيوم ولا السيزيوم ولا البوتاسيوم طبعا مين السيزيوم التركيم الحديث لعناصر الأقلاء هو رقم كام عندي هنا 17 18 2 1 طبعا أن التركيم الحديث اللي هو رقم واحد والتقليد اللي هو وين إيه وين إيه تكافؤ عناصر الأقلاء نقط الأقلاء طبعا تكافؤوا بتاعكام وحدة عشان آخر مستوي يحتوي على الإلكترون واحد عندما يتحد عنصر من مجموعة وين إيه مع عنصر من مجموعة سفن إيه وين إيه مع عنصر من المجموعة سفن إيه وان ايه عنده هنا اخر مصطفي كان فيه الكترون فده يفقد الكترون هيديل ده تمام ويكون عنده في النهاية مين هيكون ملح هيكون ايه ملح لو الاجابة اللي هي ديت ده ملح هيكون ايه ملح لو احنا اخذنا مثلا على كلام ده زي تفاعل السوديوم لو ان ايه مع قولور سي ال تو هيكون لمرح الطعام ان ايه سي ال حط انا اتنين وان اتنين عشان اوز المعادلة يبقى هكوان عنده هنا ايه كلوريد السوديوم وطبعا ده عبارا ايه عبارا ملح رقم 18 يستخدم عنصر نقط في حفظ قرانية العين النتروجين المسال لانخفاض درجة غليانه سالب 196 درجة توجد الهلجينات في صور الجزائيات نقط الزرة الهلجينات جزائي بتعتب كون سنائية الزرة لانها عناصر نشطة يحل البروم محل نقط فيه محليل املاحه البروم هاشوف حاجة البروم هو بيزباقها تمام حاجة تيجي بعادية مين اللي هيجي بعض البروم كلور ولا الفلور ولا اليود ولا الارجون طبعا مين اليود وضح بالمعادلات الرمزية تفاعل كل من رقم واحد البوتاسيوم مع الماء البوتاسيوم رمزه البوتاسيوم رمزه اللي هو كي مع الماء هاتش تو او هاتش تو او هيكوالي اللي هو كي او اتش ده اسمه هيدروكسيد البوتاسيوم زائد غاز الهيدروجين اتش تو هيتصعد عشان نوز المعادلة عند هنا في واحد كي هنا في واحد كي اتنين اتش هنا في اتنين وهنا في واحد اصبح هنا في تلاتة هنا في اتنين بس فحطه اليام الناصف هاتنين اصبح في اربعة اتش هنا في واحد حطنا واتنين يبقى هنا في اتنين اتش واتنين اتش اربعة هنا في اتنين كي حطنا واتنين اللي نتج عند ده اسمه هيدروكسيد البوتاسيوم زائد غاز الهيدروجين بعد كده رقم اتنين الصوديوم مع المية الصوديوم رمزه ن ايه زائد المية اتش تو او اتش تو او هيكون لهيدروكسيدو الصوديوم اتش او اتش زائد غاز الهيدروجين هتصعد اتش تو تعالى نوز المعادلة هنا في واحد صوديوم هنا في واحد صوديوم اتنين اتش هنا في واحد وهنا اتنين في تلاتة هنا في اتنين بس فحطوا نوع اتنين اصبح في اربعة وحطوا نوع اتنين اصبح في اتنين اتش و اتنين اتش اربعة عند هنا الصوديوم في اتنين حطوا هنا كام اتنين كده المعادلة توزنت معي هنيجي بعد كده رقم تلاتة تفاعل الصوديوم مع القولور الصوديوم رمزه ايه ايه. القولور رمزه سي ال تو. سي ال تو. هيكون لي. ان ايه. سي ال. كولوريد الصوديوم. ملح كولوريد الصوديوم. نوز المعادلة. واحد صوديوم واحد صوديوم. اتنين سي ال هنا في واحد حطة ناوة اتنين. هنا في اتنين ايه حطة ناوة اتنين. يبقى اللي كون عند دهنا كلوريد ملح كلوريد مين السوديوم نيجي بعد كده رقم 4 تفاعل الكلور مع بروميد البوتاسيوم الكلور رمزه CL2 CL2 مع بروميد البوتاسيوم البوتاسيوم K بروميد اللي هو بي ار بي ار الكلور انشط من البروم فعند هنا البروم هينطرد فيطلع في الاخر كده بي ار ده والحاجة واللي يخش مكانه مين اللي هو كلور يبقى يكون K CL ده اسمه كلوريد البوتاسيوم زائد البروم تعال نشوف المعادلة موزونة ولا لا هنا في اتنين اتنين CL هنا في واحد حطنا اتنين اصبح في اتنين K حطنا اتنين هنيجي بعد كده اخر معادلة تفاعل البروم مع يوديد البوتاسيوم البروم الرمزه بي ار تو مع يوديد البوتاسيوم والبوتاسيوم اللي هو كي يوديد اللي هو اي يودي يعني البروم انشط من اليود فعند اليود هينطرط في النهاية كده يبقى ايتو وهيخش مكانه اللي هو مين اللي هو البروم يبقى كي بي يوديد البوتاسيوم وده اليود يا ربكم فهمنا ما تنسوناش من صالح دعواكم كان معكم استرطار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقة قادمة وبالتوفير للجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة